بمناسبة عيد الفصح المجيد وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى العالم قال فيها إن عيد الفصح يعني العبورة لأن في يسوع تم العبور الحاسم للبشرية من الموت إلى الحياة ومن الخطيئة إلى النعمة ومن الخوف إلى الثقة ومن اليأس إلى الشركة أريد أن أقول للجميع بقلب مفعم بالفرح فصحا مجيدا وتابع قداسته قائلا ليكن لكل واحد عبورا من الضيق إلى العزاء ويسوع الحي هو معنا إلى الأبد لتفرح الكنيسة والعالم لأن أمالنا اليوم لم تعد تتحطم على جدار الموت لكن الرب فتح لنا جسرا نحو الحياة وفي عيد الفصح تغير مصير العالم والآن يمكننا أن نفرح بالنعمة الخالصة للاحتفال بأهم وأجمل يوم في التاريخ فلنسرع لكي نتخطى النزاعات والانقسامات ونفتح قلوبنا لمن هم في أمس الحاجة ولنسارع إلى السير على دروب السلام والأخوة ولنفرح لعلامات الرجاء الملموسة التي تصلنا من العديد من البلدان وخلص البابا فرانسيس إلى القول نحن نؤمن بك أيها الرب يسوع ونؤمن أن معك يولد الرجاء مجددا وتستمر المسيرة يا رب الحياتي شجع مساراتنا وكرر لنا نحن أيضا ما قلته للتلاميذ في مساء عيد الفصح السلام عليكم